زيكو حبيبة عاملين اين كاملين مع بعض احداث مساسة الحيرة بناء على طلبكو لانكو طلبتوا مني انزل اللي اعرفو انا بنزل الاحداث لكن برضو ممكن اقولي ان ممكن تحصل بعض التغيرات وممكن اصلا ما يكونش فيه الرقم ده من الحلقات لانهم قالوا حينهو على 170 او 180 حلقة فخلينا نشوف وفي 3 حلقات هتلاقوهم في صندوق الوصف ناس كتير طلبتهم مني تعالي نشوف اللي هيحصل ومن لايه ان واحدة كانت معرفة وسام او قريبته او كان على علاقة بيها يعني موجودة في البيت عند بلقيس روايدة عرفت الحكاية بتاعتها مع وسام وجابتها على طولة علشان خاطر تزلي وسام بيها وتخليها دايما موجودة كده معاه ويترمي كلام عليته دلوقت علشان تقدر تطلق منه ولما البنت دي تكون موجودة يعني وتهددوا بيها بينما منلاقي ان بهاء واخت فريدة وفريدة كانت كالعادة متخضرة وحاطت في ايديها الحبال وعنت بيروح المكان اللي المفروض ماتت فيه اسيل وبيقول ليه عملت كده يا بهاء ليه انا كنت عايش عشان خاطر اسيل وبس ليه عملت كده وفضل يبكي ويصرخ اما بالنسبة ليه هند فبتقوم من النوم بتلاقي كمال بيقول لها ان هو اسف جدا ان هو ما افتكرش عيد ميلادها مبارح قالت له عادي انا متعودة على كده اصلا محدش افتكر عيد ميلادي فمفيش اي مشكلة مش انت الوحيد يعني ان كل الجميع نسي عيد الميلاد طبعا بيكون يعني مدهي جتان بينما فريدة موجودة في العربية متخضرة بيوصل بهاء لمكان علشان خاطر يملى فيه بنزين وبيقول الراجل ميلادي بنزين وبعد كده بتكون فريدة نايمة وراء والراجل بيفكر ان دي زوجته وبيقول خير انتو عندوك حد تعبان يعني دي مراتك قاله ايوة دي زوجتي وتعبانة ورايحيل للمستشفى اما بعد كده فمنلاقي ان وسام قاعد على الصفرة مع عيدة بلقيس ومعهم البنت دي وطبعا كان وسام عايزة تمشي باي شكل لكنها مش عايزة تمشي وروايدة جايباها علشان خاطر تفضل كده قدام وسام لكن كانت بلقيس وسعاد مستيقنها ابدا ولا قابلين موجودها في المكان لكن روايدة كانت هي اللي مقاعداها ممكن برضي يغيرها شوية في الحتة دي لكن روايدة جايبت البنت دي علشان خاطر تضغط على وسام ان هو يطلقها ومنلاقي بعد كده ان بلقيس بتقول روايدة ان هي مش حابة ابدا البنت دي بتقول ان كان فيه بينها وبين وسام علاقة زمان وبعد كده منلاقي ان هما عادينا على الصفرة مع بعض والبنت بتبدأ ترمي كلام وتقول ان كانت تعرف واحد وطلع نادلة جدا معاها وغضر بيها وكلام من ده وطبعا وسام عارف ان الكلام ده عليه الجمال بيكون عايز يروح الشغل وصمر بتقوله خليك معايا شوية نفتر مع بعض اللي مش فاضي انا ورايا شغل بتتدايق طبعا وبعد كده عادنام بيشوف كل ده وبيقوله انت ازاي تهم المراتك كده انا عارف انت بتعمل ايه بالزبط انت اكيد بتدور على البنت دي اللي اسمها فريدة انا مش هسمح لك ابدا قاله بابا كفايا اللي احنا عملناه فريدة وياريت سيبني علشان خاطر ادور عليها فريدة فعلا في خطر طبعا الكلام ده قاله وكانت صمن مش موجودة ويأصر الجمال ان هو يكون دايما مع فريدة ويروح وراها ويدور عليها ويرجعها اما بعد كده منشوف ان روايدة قعدة مع سهير ومع البنت كمان وعادي بديتكلموا وبلقيس وسعاد متضايقين ووي سعاد بتقول لبلقيس امتى حتسافر قارت لها خلاص انا حجزت تسكرة وحسافر على طول بينما بيجي وسام بيكون عايز يروح على الشغل لكن بتقوله روايدة خليك شوية مع ضفتك دي بقى لسه مع فريدة واقف في المحطة بتاعة البنزين وفريدة بتستيقظ مرة واحدة وبتقول له احنا فين ايه اللي حصل رايح بيا على فين خليني امشي لكن بيردوا بيقول لها اعودي ساكتة خالص انا وديكي في ستين دهية قالت له ايه اللي حصلنا عملتلك وايما انتوا لحبستوني في القوضة قال لها انت مويت اخويا مهند مهند مات مهند مات بسببك انت اللي طعنتي وانت هتدفعي تمن كل اللي عملتي ده قالت له انت كذاب لا اكيد طبعا مهند بماتش قال لها مات وانت اللي قتلتي وانا هتعرف ازاي انتقم منك منلاقي بعد كده بيقف هو في المحطة وطبعا كانت فريدة مش بسدها ابدا وبتقول له تكلم انت كذاب فعلا ده ما عصلش واكيد مهند ما عصلوش حاجة فكيني خليني امشي انت رايح بيا على فين قال لها اخراسي خالص وسكتي وبعد كده بيروح لواحد يعني يعرفه بيقول له خد الفلوس دي اخويا مهند مات روح يعني شوف موضوع الجنازة خلص كل حاجة انا مش فاضي انا معايا الست دي اللي قتلته انا هروح اقتلها وخلص عليها قال له ما ينفعش قال له لا ينفع وحعمل كده حتى الخطة هو اللي كلمتك منه حكسره قدامك ومش عايز اتواصل مع اي حد وطبعا اصرا كان مهند مش قادر يوصل له بيحاول ان هو يخليها تراجع لكن باقي كان مصمم ان هو يقتل فريدة لانها قتلت مهند بينما منلاقي بعد كده بتفضل فريدة تخبط ويكمان يعني اترزع على الباب وفي واحد من بتوع البنزينة او يعني العمال لاحظ ان هي موجودة جوة العربية وبتستغيث وفق قعدة مع هند وبتقولها قد انها كانت مرشوطة جدا من اليومين اللي فاتوا في الاجازة اللي قضيتها معها سيف برضو ممكن يجيبوا سيف بديل لانهم قالوا ان في اكيد واحد حييجي بديل للفنان احمد الخفاجي لكن لحد دلوقتي ما ظهرش ولا حتى معروف مين هو فمش عارفين لسه والله ممكن يحصل ايه خلينا نكمل الاحداث برضو ونشوف ايه اللي ممكن يحصل وهي بعد كده بيوصل سيف وبيهدي لوفاء ورد وبيكونوا مبسوطين جدا وسعدة وهند بتجي لها اتصال من صديقتها بتهنيها بعيد ميلادها فوفاء بتقولها انا احنا قسفين جدا احنا ما افتكرناش عيد ميلادك خالص قالت لها لا عادي انا متعودة على كده انتوا اصلا كنتوا مشغولين وعادي يعني محدش اصلا افتكر عيد ميلادي لأول مرة بيتحت جمال مع مهند الاتنين حطوا ايدهم في ادبعض علشان خاطر يوصدوا البهاء بيجي جمال وبيقول لمهند عرفت حاجة عن الزفت بهاء قالوا لا بس يكلمت واحد اللي هو كان يكلمه بهاء من شوية وقال ان هو خرج من المدينة وانا مش عارف صريحة القاب فين واكيد هياخدها بره المدينة مش عارفين ممكن يعمل فيها ايه لكن معتقدش انه قتلها رد جمال وقال على فكرة انت اعتقدت قبل كده انه ما يقتلش اسيل وقتلها ممكن يقتل فريدة فريدة في خطر وانت السبب انت وازفت الاسم بهاء انا حاقد معك اتفاق انا كنت دورتي في مركز الشرطة منشوف اي معلومات بدوروا عليك على فكرة وممكن ابلغ عنك لكن حسكت لحد ما توصلني لبهاء قالوا تمام احنا هندور مع بعض على بهاء وعلى فريدة بينما البنت اللي كانت موجودة ضيفة عندي برقيس بتتكلم عن قدي ايه الراجل اللي كان تعرفه زمان يعني كان جشع جدا وكان غدار وكان انسان ندل ومش كويس لها الراجل اللي هو موجود عامل يعني فيه المحاطة البنزين لكن مرة واحدة بيروح بعد كده بهاء وبيقول له دي اختي وانا جبتها وكانت هربانة من البيت وانا رجعتها ملكش دعوه ما تدخلش ابدا انا عرفت اسمك وشاف طبعا الاسم مكتوب على الهدوم بتاعته وقال له انا بقول لك اسكت خالص وما تتكلمش في اي حاجة وإلا انا حقزيك وحقزي عائلتك كلها واسرتك وامشي من هنا فرده فضلت نستنجد لكن الراجل سابها وطبعا خاف من تهديد بهاء ومشي بينما منلاقي وسام بيقول لرويدة البنت دي انت معادها هنا ليه مشيها يلا قالت له مش همشيها لكن قال لها خلاص هعملك اللي انت عايزها بس خلاتي مشي قالت له تمام خليك بقى قد كلامك واللي اطلبه منك تعمله بينما سيف وفاء بيعملوا حفلة كده بسيطة واحتفال بسيط لهند بعيد ميلادها كانت موجودة عندهم جابوا طلطة وعملوا احتفال بسيط كده الهند عشان يفرحوها وطبعا كانت مبسوطة جدا وسعيدة ان هما افتكروها ويتذروا لها ان هما ما كانوش فاكرين عيد ميلادها مبارح بينما مهند بيتكلم مع واحد اللي هو كان معاه بهاء من شوية وقال له ان بهاء كان موجود هنا وكان بيقول انك موت وداني فلوس عشان خاطر اروح واشوف موضوع جناستك وكان معاه بنت وقادر ان هو حيقتلها مهند قال له طب انت ليه ما قلتلوش ما يعملش كده قال له قلتله كتير لكن هو ما اسمعش الكلامه كان مصرقة للبنت وكانت معاه في العربية بينما منلاقي بعد كده ان البنت الضيفة اللي موجودة عند روايدة بتمشي على طول بعد ما روايدة قررت لها امشي ومنلاقي ان مهند بيروح هو وجماله بيتحته مع بعض علشان يدوروا على بهاء وفريدة وبيروحوا في المكان اللي كانوا موجودين فيه في المحطة بتاعة البنزين روايدة بتشكر الضيفة جدا وبتقول لها كويس جدا ان كنت معايا وساعتين ان انا اخد حقي من وسام ودلوقتي اللي حطلبه حيعمله وطبعا اي حاجة حاجيبك تاني وطبعا شكل البنت ديم هدي ده بحاجة اما بعد كده ففريدة بتقول لي بها وقفني اخوك ما ماتش ولا حاجة رده قال انت قتلتي قالت له كدب انت ما عملتش كده اكيد انت بتجذب علي انت عايزين تجننوني اكيد هو ما ماتش ولا حاجة مرة واحدة العربية بتوقف في الطريق فبيروح علشان بها يشوف يعني ايه اللي حصل في العربية علشان خطف سكت فريدة خالص بيروح وبيحط لها مخدر في المنديل وبتنام بينما منلاقي بعد كده ان روايدة بتقول لي وسام عايزة اتكلم معاك قال لها لما ارجع من الشغل بيروح على الشغل بينما بلقيس بتقول ان هي مسافرة يومين كده عند حد قريبها علشان تعبانة وحتروح لها يعني كم يوم وقالت لي روايدة خليكي هنا معرفش ممكن تروح مثلا يزبط مكان او حاجة علشان تسافر هي وبناتها لسه مش معروف لقن هي قالت لها ان هي حتسافر وقالت لي روايدة خليكي انت مع اختك هنا وانا حسافر يومين وحرجع مهمت كان يعني كان مع جمال رايحين المكان اللي موجودة فيه فريدة يعني كانت موجودة فيه فريدة في محاصرة البنزين مع بهاء علشان يلحقوا قبل ما يعمل فيها حاجة بينما منلاقي بعد كده ان بهاء كانت العربية بايزة فصلحها اي كلام وطبعا فضل يمشي بها لحد ما لقى مكان لتصليح العربيات فهو قف على طول وقال للراجل تعالى صلح للعربية اما سهير بتقول لاختها انها عارفة كويس انها جابت البنت دي ليه علشان تضغط على وسام واكيد انت قوية جدا يا اختي وانا هكون قوية ان شاء الله زيك وحعدل ما احنا اللي انا فيها دي فريدة تبدأ تفوق من تأثير المخدر والراجل بيقول لبهاء ان العربية حتستغرق كتير ساعتين ساعة ونص قال له ده كتير انا مستعجل قال له والله ممكن تسيبها وترجع الصبح قال له منفعش انا عايز امشي دلوقتي قال له خلاص تعال هات زكتك دي جوا وافتاحه وعمل مخلص العربية قال له لا هي تعبانة خليها هنا هي حتنام ان حغطيها وحتنام وراح بسرعة يامل نفسه يعني ان هو بيغطيها وبيتأكد ان هي لسه مغمى عليها لكن هي كانت فيئة كويس جدا وعملت كده قدامه عشان تستطيع ان هي تهرب لكن لما بتفتح الباب بتلاقيه طبعا مقفول باللوق بنابع بعد كده بلقيس بتقولي سعاد ان هي لازم تنهي الموضوع ده ولازم تبعد عن المكان وانها هتروح وتسافر ورواي ده اول ما شافت كمال جاي من بعيد جريت عليه وبدت لورقة والورقة مكتوبة عليها ان هي يعني خلاص هتتخلص من كل القيود وحتكون لي ومش هتنسى ابدا كان مبسوط جدا طبعا بالكلام ده وطبعا مش عارفين هل ممكن هيجيبوا الحيطة دي ولا لا تعالوا نشوف اللي ممكن يحصل بعد كده مهند وجمال بيروحوا للراجل اللي كان مقابله بهاء وقال ان هو كان واخد البنت وكان هاي عايز يقتلها وطبعا هم الحاج دلوقتي مش عارفين مكانه حتى الرقب اللي معاه رماء وقطعوا وكسروا رماء بينما منلاقي بعد كده فريدة لما بتلاقي بهاء موجود جواه مع الراجل اللي هو الميكانيكي اللي بيصلحها العربية كانت هي طبعا لوحدها في العربية لكن طبعا كان مقفول باللوق لكنها قدرت ان هي تروح على المقعد الامامي للعربية وتفتح العربية وتتسحب كده بالراحة وتهرب بسرعة من بهاء لكنها كانت مقيدة طبعا بالحبال وقدرت ان هي تهرب لكن روايدة اول ما وسام جه قالت له ان هي عايزة تتكلم معه في موضوع مهم ولازم توفي بوعدك واخدته كده في جنب وقالت له ان انا عايزة اتكلم معاك في حاجة بينما بهاء بيلاقي ان فريدة هربت واش موجودة فبيجي لنجنون وبيروح بسرعة يدور عليها وفدري نادي عليها وهي جريت علشان تهرب اما بالنسبة الروايدة بتطلب ان الجواز ده يمتهي وان هي عايزة تطلق من وسام وان هي ما بقيتش طيع ابدا ان يعيشها معاه وكفاية كده لحد دلوقتي وان هي بتكره ومش قادرة اي حاجة تعملها معاه وكفاية كده لحد دلوقتي وقالت له طلقني يا ام حاجيم البنت دي تاني وهديدته ان هي يعني هتفضحه ويسابته ومشيت جمال ومهند في الطريق بيدوره على بهاء جمال قال له لو حصل حاجة فريدة مش هرحمك لانت ولا الاسم بهاء ده اما بالنسبة لي بهاء فاطرع يجري يدور على فريدة اللي كانت بالفعل موجودة في مكان قريب من بهاء وقدرت ان هي تفك الحبل من ايديها يعني عن طريق حاجة كده لقيتها على الارض تقريبا حادة وفضلت ان هي تفك الحبل وبعد كده عايزة تهرب وبهاء بيدور عليها وبينادي عليها ومش عايفين حال هيلقيها ولا مش هيلقيها هيحصل ايه الفريدة هل هتقدر تهرب لسه مش عارفين لكن ان شاء الله هنعرف في الحلقة الجاية برضو حب اقول لكم ممكن تحصل بعض التغيرات وممكن اصلا ما يكونش فيه حلقة بالرقم ده لانهم بيقولون هما 170-180 حلقة الله اعلم برضو نصبر ونشوف لكن انا برضو بنزل لكم الاحداث زي ما انتم عايزين من المسلسل اللي بنزل منه دايما من اول المسلسل يعني ما بدأ المسلسل التركي اللي بنزل منه دايما اللي هو مكتبس منه مسلسل حيرة واشوفكم على خير في فيديو جديد وتسريبات جديدة لمسلسل حيرة وحبكم كل شي هوايا واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوها فعلوا الجرس عشان يمسلكوا كل جديد واي باي